أنا أتعرف السيادة الصحية اليوم الناس الكل والتي تتكلموا خاصة عن بعض أزمة الكوفيد اللي هي ما هيش مش تكون الإكسبسيون وما هيش وما بديتش الأزمات الصحية بأزمة الكوفيد بتاتر المرة هذه بوجود منصات التواصل الاجتماعي وبوجود القرارات اللي جاءت من بعض كوفيد بما فيها غلق الفضاءات الاقتصادية ولا غلق حتى مجال الطيران العالمي اللي خلت الناس تهتم بالسيادة الصحية حاجة مشكلة عميقة وعميقة للغاية وهي غاية لكل دول العالم على خطر اليوم راه الحروب معددش أسلحة نارية راه نمنيش في الحرب العالمية الثانية راه الحروب حروب اقتصادية راه الحروب تكنولوجية راه توفير الدواء والغذاء هي ضروريات وهي الأمن الغذائي من الأمن القومي والأمن الصحي خطر الإنسان الصحة متاعه أهم له حتى من الغذاء يعني الصحة أعطيني الصحة ونحن نقوله العقل السليم في الجسم السليم أعطيني الصحة وأعطيني بعض هالتعليم وأني قادر باش نعمل كل شيء كان شفتوا أنتوما في الدولة التونسية كانت عجزت عجز كلي في إدارة الأزمة الصحية متاع الكوفيد عجز كلي مهما كانت المحاولات متاحها متاع اللي هي تغطي على الفشل بما فيهم في المرحلة الأولى اللي قلنا انتصرنا على كوفيد اللي هو كان غير موجود وسمينا ناس أعطيناهم ألقاب انتعقادة وعملنا نجاحات واهية على خطر حتى سيب فوزون كان ثم كوفيد في الفترة ذيك وهما كانوا مجرد ديكاسبورا ذيك اللي ينجح في شوت ما يسميش ينتصر في المقابلة المقابلة تدار على أشوات واللي ينجح في شوت عرفنا للنجاحات واهية على خطر اللي ينجح في شوت يحضر تعرف من المقاومات الأمن الصحي اللي انتي يبدأ عندك ستوك استراتيجيك للأسف إذا يوم الناس هذا مخزون استراتيجي للأسف إذا يوم الناس هذا ما عناش هالمن مخزون استراتيجي من الأدوية اللي هي مصنفة نوعين الأدوية الأدوية استراتيجية كيما التلقيح عليش أحنا بالأموال متاعنا ما وصلناش ناخذوا تلقيح في ستام ميديكامون دانتences وتراتيجيك ثم أدوية دانتوري ترابيتيك مجار مثلا الأدوية للأمراض المزمنة تسمى أدوية ذات أنتيريس ستراتيجيك مجر هالمخزون هدايا غير متوفر إلى يوم الناس هذا لك مشكلة الأمن الصحي للأسف كانت متواجدة قبل كوفيد كوفيد عراها وحطها للعموم وإلى يوم الناس هذا مخدمنا شيء لإصلاحها وبناء الأمن الصحي واللي هو جزء كبير من الأمن القوم شكرا دكتور